السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في فيديو جديد كل مشاهدين قناة اصناعيها بنفسك لتعليم الكروشي نهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا سهل وسريع هنتعلم مع بعض طريقة عمل شاي الكروشي مستطيل بجرزة سهلة قوي هي جرزة الصدفة شكلها حلو وسريع في العمل وكمان هتبقى موفرة للخيوط هتعجبكم ان شاء الله وبرضه قلولي رأيكم في التعليقات اكيد ما تنسوش تقولولي في التعليقات انتو بتتابعوني منين واهلا وسهلا بيكم من كل مكان ولو دي اول مرة بتشوفوا القناة وعجبتكم اتفضلوا اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان توصلكوا دايما اشعرت بالفيديوهات الجديدة وده الخيط اللي انا هستخدمه الفتلة المتوسطة هي افضل حاجة للجرزة دي بس هي الجرزة يمشي معها اي سمك خيط وعلى حسب سمك الخيط اللي انتو بتستخدمو بيطلع لكم حجم الجرزة معايا هنا الخيط ده خيط ايديس كلاسيك هو طبعا الخيط ده مخصص لأعمال الشتاء فتلة بتاعته متوسطة لكن الغرزة تمشي للصيف فانتو بتستخدموا الخيط المناسبة للصيف لو هتشتغلوا الغرزة لمشروع لفاصل الصيف مش شارت شال معايا هنا الابرة بتاعت رقم 4.5 مليمتر بتستخدموا الابرة المناسبة لسمك الخيط خلي بالكو الغرزة هنا مفرقة فهو من الافضل انكم بتستخدموا الابرة المناسبة لسمك الخيط بالزبط وهتحتاجه تقريبا للمأس المتوسط شال مستطيل يعني هتحتاجه تقريبا من 4 ل 5 شلات خيط ان شاء الله مش اكتر من كده يلا نبدأ تفاصيل العمل وقبل ما نبدأ انزله دلوقتي عمله لايك على الفيديو ونقول بسم الله اول حاجة هنبدأ بسلسلة البداية او سلاسل البداية وهتكون معي بعرض الشال من مضاعفات الرقم 10 زائد 5 بتدي كده اول حاجة اشتغل عقدة البداية وتعالونا يبدأ كده بعد عقدة البداية هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عشرة سلسلة شد كده عقدة البداية نرجع تاني نكرر رقم 10 واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر بتضعف الرقم كده بنفس الطريقة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وكده انا ضعفت رقم 10 مرتين هكتفي بالمرتين دول وهزود عليهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة سلسلة انا كده بقى معيها خمسة وعشرين سلسلة هبدأ بيهم انتو طبعا بتضعف رقم 10 زي ما انتو عايزين بعد كده هبدأ الف لفتين هي لغرزة من تجرى سطر واحد بس هنشتغل بالاعمدة بلافتين هعدوا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وهدخل هنا في رقم 10 يعني انا فوتت تسعة سلسلة تسعة سلسلة فاضين هدخل في رقم 10 وهشتغل فيها الصادفة كاملة عبارة عن عمود بلافتين هرجع تاني الف لفتين وادخل في نفس السلسلة واشتغل كمان عمود بلافتين وكده رقم 3 عمود بلافتين رقم 3 وبس كده 3 عمود بلافتين فاصل 2 سلسلة وهرجع تاني لنفس المكان وهكمل شغل الصادفة يعني هكرر تاني 3 عمود بلافتين يفضل طبعا ان السلسلة بتاعت البداية تكون بعرض الشال وبتضعف رقم 10 زي ما انتوا عايزين على حسب المقاس اللي انتوا حددته من البداية بالسانتي بتشتغلوه سلاسل وتبدأوه على طول شغل هذه كده صادفة الاول ضعفت رقم 10 زودت خمسة سلسلة وبعد كده فوتت تسعة سلسلة ودخلت في العشرة واشتغلت فيها شكل الصادفة اللي هو 3 عمود بلافتين اتنين سلسلة 3 عمود بلافتين كله في نفس المكان بعد كده هشتغل سلسلة واحدة بس والف لفتين وهعد هنا على السلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وهدخل في رقم خمسة وهشتغل عمود بلافتين واحد بس وانا مش اخرج عن شكل التبادل ده شكل الصادفة وشكل العمود هفضل ماشي على نفس التكرار باشتغل سلسلة واحدة وهرجع تاني الف لفتين واكرر شكل الصادفة هادي كده واحد اتنين تلاتة اربعة وهدخل في رقم خمسة واشتغل فيها شكل الصادفة كامل عمود بلافتين نفس الشكل ده انا هكرره بعد ما هنشتغل وتشوفوا شكل الجرزة وقد ايه هي مظبوطة ان شاء الله هتعجبكم دي من ابسط جرز الصادفة المفراغة اللي هي بتزبط بسهولة هادي اتنين سلسلة وهرجع تاني في نفس المكان وهاشتغل تلاتة عمود بلافتين ايه دي لفتين والعمود بلافتين رقم تلاتة وبس كده هو ده شكل الصادفة اللي هنعتمد عليه ونستمر كده في تكراره انا هرجع اكمل على نفس التكرار انا بشتغل مرة صادفة ومرة عمود بلافتين سلسلة فاصل يا رتمتين سهاج ولف لفتين وبعد كده على سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وهدخل في رقم خمسة وهاشتغل عمود بلافتين لفتين وكمان لفتين تلات مرات بتطلعوا من لفتين وسلسلة واحدة وارجع تاني الف لفتين وهعد على السلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وهدخل في رقم خمسة علشان اشتغل شكل ال صادفة عمود بلافتين نفس الشكل ده جميلة هي الجرزة مناسبة للمبتدئين قوي يعني سطر واحد بس بتفضلو كده تتكرارو فيه والجرزة كمان تبقى مظبوطة في النهاية فممكن يعني لو مش عايزين تقفلوها بعد ما تخلصوا فممكن تسيبوها كده هي بسيطة اول بس طبعا يعني اكيد انتو لو عايزين غرز فيها شغل فهتلاقوا على القناة في جهة كتير جدا لغرز فيها شغل وتفاصيل وان شاء الله برضو بطريقة سهلة بقي هنا معايا السلاسل دي بعد ما مشيت على نفس التكرارو انتو هتمشوا كده بنفس الطريقة على طول السطر اللي معاكو في النهاية لازم يتبقى معنا خمسة سلسلة باشتغل سلسلة واحدة وبلف لفتين اعدي كده واحد اتنين تلاتة اربعة وزي ما انا بدخل في السلسلة الخمسة وهتبقى هي الاخيرة كده السطر زبط معنا وبنشتغل عمود بلفتين اقفل بيه السطر ويدي شكل السطر بفكركم من الوداية انا تعرفت رقم عشرة مرتين وزودت عليهم خمسة اديني المجموعة دي ثلاث مجموعة اللي هي بتاعت الليها الصدفة السطر الثاني يبقى نفس الشغل ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة بعتبرهم عمود بلفتين بزود سلسلة اللي هي الفاصل كده بقى انا ارتفعتها خمسة بلف الشال وببتدي هلف لفتين وهشتغل نفس الشغل هنا في الفراغ بتاع الصدفة اللي هو فراغ اللي اتنين سلسلة نفس الشكل ده هشتغل تلاتة عمود بلفتين ايه دي العمود التاني والعمود التالت واذا حبيته بعد ما اتخلصوا شغل في الغرزة بعد ما اتخلصوا المشروع كله واعزين تشتغلوا تزين على الجوانب سواء جانبين او الاربع جوانب بتاعت الشال اسيب لكم برضو قيمة تشغيل فيها شغل تزين على الجوانب وشغل شرشيب جميل وسهل جدا اختاروا منه لياجبكم ودي العمود بلفتين رقم 3 وكده خلصت شكل الصدفة تلاتة عمود بلفتين اتنين سلسلة تلاتة عمود ويه باشتغلها فراغ الصدفة وفي البداية هنا بارتفع خمسة سلسلة اربعة بعتبرهم عمود بلفتين وسلسلة فاصل هرجع تاني سلسلة فاصل وهلف لفتين وهنا هشتغل فوق العمود بلفتين شكل سابت هشتغل دايما عليه زي الصدفة عمود بلفتين واحد بس يعني باشتغل صدفة فراغ الصدفة وفوق العمود باشتغل عمود سلسلة فاصل هلف لفتين وهنا فراغ الصدفة هشتغل نفس شكل الصدفة بدون اي تغيير وبسرعة كده هكملها وارجع لكم خلاص كده خلصت هنا الصادفة نرجع تاني نشتغل سلسلة واحدة بس فاصل وهلف لفتين وفوق العمود بلفتين هشتغل عمود بلفتين ماشي على نفس التكرار باشتغل سلسلة واحدة وهلف لفتين وهنا في فراغ الصادفة هشتغل نفس شكل الصادفة سريعا كده هشتغلها وخلاص كده خلصت هنا الصادفة ده نموزك مصغر انتو تشتغلوا كده بنفس الطريق على اي ماس ايدي شكل السطر لما نيجي ننهي السطر ما ننساش ان في عندنا سلسلة فاصل بنشتغلها زي ما بدأنا السطر هلف لفتين وعلى السلاسل دي هعد يعني هفوت سلسلة واحدة بس من ظهرها وهروح على اللي بعدها يعني انا بفوت السلسلة فاصل بروح على اللي بعدها وبشتغل عمود بلفتين نقفل به وخليكو سبتين دايما على النقطة دي نفوت سلسلة وندخل في التاني وارتفع للسطر الجديد اربعة سلسلة بعتبرهم عمود بلفتين بزود سلسلة يبقى انا كده ارتفعتها خمسة لكل سطر جديد بنرتفع خمسة بعد ما لفت الشال هلف لفتين وهكرر نفس الشغل هنا فراغ الصادفة هشتغل فوق العمود وفراغ الصادفة وبنمشي بنفس الطريقة لحد النهاية السطر اكيد كده خلاص التفاصيل الغرزة وكلها بقتواضحة لكم غرزة من تكرار سطر واحد بس انا مجهزة قطعة تانية اكبر شوية اشتغلتها بنفس الخيط ونفس الابرة بنعتمد فيها على سطر واحد بس ونستمر في تكراره لحد ما نوصل للمقاس اللي احنا عايزين ودي شكل الغرزة في البداية بتضعفوا رقم 10 زي ما انتوا عايزين لحد ما توصلوا العرض الشال اللي انتوا عايزين على فكرة تقدروا كمان تغيروا وتخلوا سلسلة البداية بطول الشال يعني ممكن تغيروا فيها زي ما تحبوا ايه الشكل اللي انتوا عايزين توصلوا له ودي شكل الصدفات جميلة ومظبوطة شغلها كله مظبوط يعني الجانبين مظبوطين جدا وشكل الاعمدة اللي في المنتصف اللي هو العمود بلفتين برضو مظبوط جدا مدينا شكل خط مستقيم يعني مستقيم 100% لو حبيته تشتغلوا شال الشتاء وما عندكوش خيوط كفاية فالغرزة دي جميلة موفرة للخيوط وهتلاقوها سريعة جدا في الشغل ودي الشكل من الناحية التاني وعلى فكرة تقدروا كمان تشتغلوا الغرزة دي كفاية هتبقى تحفا وهتدفي كمان يعني الغرزة دي بتدفي ولو استخدمتو الخيط ده اللي هو إليس كلاسيك ممكن تشتغلوا كده أربع صدفات زي ما انا يعني اشتغلت الشكل اللي قدامكو ده ودي شكل الخطوط من الاتجاه التاني بس يعني على حسب برضو العرض اللي انتو عايزينه في النهاية هو الشغل كله سهل زي ما انتو شفته جميلة شكل الصدفة هي غرزة بسيطة وقديمة ودي برضو شكل الصدفات من الاتجاه التاني اذا حبيتو برضو تقفلو الغرزة بتقفيل بسيط قوي ما فيوش اي شغل ممكن تمشوا على القطع كلها بعد ما تخلصوا بدور كامل من غرز الحشو هيبقى برضو تقفيل سهل وسريع ومش هياخد معاك وقت وكمان مش هيحتاج خيوط كتير يعني لو عايزين توفروا في الخيوط من البداية هي دي الغرزة بتاعدنا النهاردة ان شاء الله تكون عجبتكو سهلة وجميلة للمشروعات السريعة وكمان للمبتدئين كده خلاص وصلنا لنهاية الفيديو بشكركم على المشاهدة وما تنسوش اعملوا شير كتير للفيديو مع كل صحابكو خصوصا المبتدئين حتى ما نتقابل في فيديو بديد هسيبكم في رعاية الله